بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي طلابا وطالبات مجددا في شروحات مقرر إدارة الفعالية اليوم بإذن الله نستكمل حديثنا عن جمع المعلومات والبحث نستذكر ما تناولنا في هذا الموضوع ذكرنا أولا لا بد من وجود هدف وهذه الأهداف الرئيسة قد تتحول إلى أهداف فرعية وأهداف إجرائية لكي نجمع المعلومة بدون هدف لا نستطيع أن نجمع المعلومة الهدف يقودك إلى معرفة ماذا تريد وبالتالي يساعدك في جمع المعلومات وجلبها بالشكل الصحيح ذكرنا أن الأهداف أهم نقطة يلزم فهمها في غرض الفعالية لأن هذا سيحدد الذوق للفعالية وأيضا مفهومها وعناصرها وبالتالي تساعدك في نجاح الفعالية ذكرنا نمر بمرحلتين قبل أن أبدأ في الجمع وحضر لجمع المعلومات بعد ذلك أجمع المعلومات ذكرنا في عملية جمع المعلومات بالتأكيد ستجمع معلومات حول تصور بيئة الفعالية حينما تقام الفعالية ما هي البيئة المناسبة ستتحدث أو تبحث عن الظروف التي ستقام فيها الفعالية أصحاب المصلحة خطط الطوارئ كل هذا لابد أن تعرفه قبل أن تبدأ بالفعالية من هم أصحاب المصلحة؟ من الذي سيستفيد من إقامة الفعالية؟ هل جميع الأفراد جميع المجتمع عن فئة معينة؟ هل لديك خطط في حال فشلت أو في حال تعرضت لمشكلة أو عائق في إقامة فعالية بوضع معين؟ هل لديك بديل؟ كل ذلك سيحدد من خلال كما ذكرنا خطط الطوارئ لا بد أن يكون لديك خطط لكي تتجاوز المشاكل والظروف لا يمكن أن يكون تخطيط في أرض الواقع مئة بالمئة قد نخطط ولكن حينما ننفذ على أرض الواقع قد يختلف الأمر بسبب ظروف مناخية بسبب نقص أو تأخر أو أي إن كان في الموارد لذلك لا بد للشخص الذي يود إقامة فعالية أو مدير الفعالية أن يكون لديه تصور لديه أفق حول المشكلات وهذا يأتي بالتأكيد كما ذكرنا من الخبرة حينما يكون لدى مدير الفعالية خبرة في إقامة الفعاليات هو بالتأكيد قد يكون تعرض لمواقف أزمات مشاكل وبالتالي يعرف ما هي المشاكل المتوقعة وبالتالي يضع خطط بديلة أيضا ذكرنا جمع المعلومات نبدأ بوضع مسودة هذه المسودة تمثل الخطوط العريضة للخطة التي ستنفذها الفعالية اللجنة بعد ذلك تبدأ في عملية جمع المعلومات وذكرنا جمع المعلومات والبحث البيئي حينما نطبق لا بد أن نعود إلى العناصر الأساسية لإقامة الفعالية ذكرنا لما؟ من؟ ماذا؟ أين؟ كل ذلك مثلا أين ستقام؟ لماذا ستقام؟ كيف سأنفذ؟ ما محتويات الفعالية؟ هذه العناصر الأساسية هي أيضا عناصر مهمة في عملية جمع المعلومات بعد ذلك ذكرنا أن المعلومات التي قد أبحث عنها سأبحث عن معلومات حول الطلب هل هناك طلب أم لا يوجود للطلب؟ وذكرنا بعض الفعاليات قد يكون الطلب كامل وهناك بعض الفعاليات قد يكون الطلب مكبوط لا أستطيع تلبيته أيضا قدرة السوق على تحمل الفعالية قد يكون هناك فعاليات كثيرة من نفس النوع وبالتالي حينما أقيمها قد لا أستفيد في إقامة هذه الفعالية المنافسة حول الموعد المقترح أيضا ذكرنا قد يكون الموعد مهم جدا في عملية تنفيذ الفعالية التقنية، المعدات، المستلزمات، الإقامة الفعالية هل هي متوفرة أم لا؟ كذلك الرعاة، التمويل، هل وجود مصادر تمويل، مصادر للرعاة، شركات ترعى الحدث؟ كل ذلك لا بد أن يتم قبل أن ننفذ الفعالية أيضا التوافر الموظفين، هل استطيع أن أجد موظفين سواء دائمين أو مواقتين أو متطوعين يعملون في تنظيم الفعالية؟ أيضا السوابق أو الاجتماعات أو فعاليات المحلية السابقة، هل أقيمت فعالية نفس هذه الفعالية أو مشابهة؟ أيضا التوقيت المناسب لإقامتها بالتأكيد، كل ذلك ستبحث لجنة هدارة الفعالية بعد ذلك بالتأكيد ستصل إلى المعلومة المناسبة إذا بحثت بالطريقة الصحيحة اليوم بإذن الله سنستكمل الحديث، سنتناول أهمية تنفيذ جمع المعلومات والبحث البيئي بإتقان وكفاءة إذن لو تسألنا ما أهمية جمع المعلومات؟ لكي نتخيل لا بد أن أهمية دعونا نفكر بفعالية وقيمة دون جمع المعلومات ما الذي يمكن أن يحدث؟ بالتأكيد سنواجه صعوبة في فهم الفعالية وأيضا الظروف المحيطة لذلك جمع المعلومات والبحث البيئي نبحث في الفعالية وبيئتها بإتقان وكفاءة يسهلان للجنة إدارة الفعالية وإقامة فعالية تلبي حاجات مضيفية إذن كلما كانت أو كانت عملية جمع المعلومات صحيحة وفق الخطوات التي ذكرنا بالتأكيد سيساعدنا على إقامة فعالية مثالية بكل كفاءة وإتقان تسمح المعلومات الحديثة وذات الصلة لمنظم الفعالية بدقة توقع ما يلي إذن معلومات ماذا؟ حديثة إذن كلما كان معلومة جديدة حديثة كلما أيضا كان لها همية ولها وقع أكبر المعلومات القديمة قد تكون تغيرت في ظل التسارع التقني وكذلك المتغيرات في عالمنا اليوم الجمهور المستهدف الرئيس عدد الحضور أنسب تاريخ ووقت لإقامة الفعالية إذا كانت المعلومات حديثة ستساعدنا في توقع نحن ذكرنا قد لا نستطيع تقدير عدد الحضور مئة بالمئة ولكن من خلال البيانات التاريخية من خلال المعلومات الحديثة المعلومات السابقة نحللها قد نصل إلى من هم الجمهور المستهدف ما هو عددهم ما هو أنسب وقت لإقامة الفعالية فمثلا إقامة فعالية رياضية قد يكون المناسب لها مثلا في فترة المسائية إذا كان الأجواء مثلا قد تكون مثلا حارة أو قد تكون غير قابلة قامة فعالية مثلا أتربة أو غبار إذا لابد أن أفكر ما هو الوقت المناسب لذلك نلاحظ مثلا حينما يتم وضع رزمانة أو جدول للمباريات في بطولة مثلا كرة القدم أو البطولات الرياضية التي تلعب في الأماكن المفتوحة لذلك يراعون الأوقات يراعون الطقس في ذلك الوقت نلاحظ هناك بعض المباريات أقيمت في الساعة التاسعة مساء هناك في أوقات ستكون في الساعة الرابعة عصرا لماذا هذا الأمر؟ لذلك لأنهم يعودون إلى المعلومات حول الطقس في هذا الشهر أو في الشهور القادمة وبالتالي لا يمكن أن أضع بعد ذلك أواجه مشكلات هناك حجوزات للفرق، هناك الجمهور سيحضر وبالتالي لا يمكن قد يكون التأجيل أو التأخير لذلك مهم جدا أن تكون المعلومات حديثة المعلومات قد تتغير الظروف المناخية أيضا بشكل مفاجئ كذلك لا بد أن يكون لدي خطط بديلة قد تشير البيانات التاريخية إلى أن فعالية مشابهة قد جذبت عددا معينا من الحضور الذين دفعوا سعرا أيضا معينا للتذكرة إلا أن هناك متغيرات قد تؤثر على الطلب على فعالية إذن دائما البيانات التاريخية تعطينا أرضية أو تعطينا معلومة ننطلق منها بمعنى حينما تكون هناك فعالية أقيمت بسعر مثلا تذكرة مئة ريال ونحن نقيم نفس الفعالية وعدد الحضور مثلا حضروا مثلا عدد معين من الجمهور إذن قد يعطينا تصور عن هذا الأمر وبالتالي قد يكون لك متغيرات أن التكاليف لدي أعلى تغيرت الأسعار ولكن بالتأكيد ستعطيك تصور تستطيع أن تنطلق منه يتطلب ذلك جمع مزيد من المعلومات حول نقاط مثل عوامل الجذب الرئيسة ما الذي يجعل فعاليتك مختلفة لماذا ترى أن فعاليتك قد تكون متغيراتها مختلفة أو أفضل إذن لابد أن تعرف وتدرس عوامل الجذب الرئيسة قد يكون هالك عوامل أيضا تغيرت حول الفعالية أو في المجتمع الفعالية مثلا قد يكون لدينا متاحف جديدة ملاعب جديدة أو كفهات أو مطاعم أو أي أن كان وبالتالي قد يكون تغيرت الظروف أيضا حالة الطقس قد يكون الطقس تغير هناك تقلبات في الطقس وبالتالي قد يكون الطقس تغير عن ما حينما أقيمت هذه الفعالية وبالتالي لابد أن تدرس معلومات الطقس بالتأكيد أيضا تدرس الخيارات البديلة التي أصبحت متاحة قد يكون في السابق لا يوجد مثلا خيارات والآن توفرت خيارات مختلفة وبالتالي المعلومات التاريخية مهمة ولكن لا نأخذها 100% ونطبقها لابد أن يكون لدينا لمسة وبحث وتحليل حول ندرس العوامل الجذب مرة أخرى ندرس حالات الطقس ندرس الخيارات البديلة لكي نخرج بمعلومات تكون أدق وأيضا تكون مناسبة للفعالية التي تود إقامتها عواقب ضعف أداء جمع المعلومات هناك بالتأكيد حينما لا تجمع المعلومات بالشكل الصحيح قد تتعرض لمشاكل كبيرة وقد تكون مكلفة وقد تكون سبب في إفلاس أو خسارة منظمة أو أمور أخرى قد تكون سمعة أو غيرها وبالتالي لا بد أن أعرف كيف أجب المعلومة الصحيحة نحن شاهدنا كثيرا من الأحداث التي أقيمت قد تكون منظمة ترغب في زيادة شعبية المنظمة أو المنتجات ونجد أن نتائج أصبحت عكسية أصبح هناك ضرر غرامات عقوبات على منظمة الفعالية لماذا قد يكون السبب هو القصور في المعلومة أو تنفيذ الفعالية دون تصاريح أو معلومات أو إبداء مثلا رخص وبالتالي بسبب الجهل في هذه التصاريح وهذا أيضا يرتبط في المعلومة لذلك قد تشمل نتائج ضعف أداء جمع المعلومات ما يلي أولا خسارة مالية بمعنى قد تتكبد تكاليف وعقود مع منظمين مع تجهيزات وبالتالي حينما لا تنفذ الفعالية بشكل صحيح إذن ستكون هذه المبالغ خسارة على منظم الفعالية إساءة الفهم أو النسيان لنقطة التواقف لعملات الإداء يتسبب في تكاليف هالك الأموال المصروحة الفعل والتي لا يمكن استردادها إذن قد يكون هناك أموال لا يمكن أن نستردها وبالتالي ستكون خسارة حينما لا تقام الفعالية بشكل صحيح إذن أولى الخسائر قد تكون خسارة مالية على المنظمة أو على مقيم الفعالية أيضا قد يكون خسارة للسمعة عادة المنظمات تحاول أن تحسن السمعة تزيد من سمعتها تحافظ عليها وبالتالي قامت فعالية بطريقة غير صحيحة بناء على معلومات مغلوطة أو معلومات ضعيفة بالتالي قد لا تلبي توقعات الجمهور أو المضيف وبالتالي يكون هناك مثلا عدم الرضا وبالتالي قد يكون هناك عزوف عن الفعالية خصوصا كانت فعالية على مدى أيام قد يعزف الجمهور عن حضور وبالتالي قد يكون هناك نوع من فقدان الثقة بهذا المنظم أو بهذه الشركة حينما يكون لدينا طلاق منتج ويأتي العملاء ويجدون عدم الاهتمام المنتج ليس به ذلك مثلا أو ليس به الجودة المطلوبة أو ليس كما هو مسوق له أو مروج له إذن بالتأكيد قد نفقد الثقة ونفقد السمعة لذلك عدم إقامة فعالية أفضل من إقامتها في هذه الظروف في عدم وجود معلومة حقيقية كما ذكرنا حينما تأتي منظمة وتقيم فعالية مع مدير فعالية قد يكون لديه اختلاف في الأفكار في المعتقدات وبالتالي حينما يتج الجمهور يكتشف أن هناك أمور مخالفة لمجتمعهم للتقاليدهم لوطنهم أو غيره بالتأكيد قد تكون مضرة وبالتالي تخسر سمعتها هذه المنظمة بسبب التعاقد مع مدير فعالية أو مورد أو منظم قد يكون مخالف لتوجهات المجتمع أو المسجهات مثلا أو أفكار المجتمع لذلك يجب أن يكون لدينا معرفة في المعلومة وأي قصور قد نتسبب في زيادة الخسائر وخصوصا السمعة التي قد لا نستطيع عادتها مرة أخرى الارتباك والهذر جمع المعلومات غير المتقن يعني عدم امتلاك الموردين والموظفين وأصحاء مصرحة الآخرين جميع المعلومات المطلوبة وبالتالي قد نقدر أن الحضور قليل وبالتالي حينما نقيم الفعالية يكون كبير وبالتالي مورد لا يستطيع تلبية هذا العدد سيكون هناك عجز سيكون هناك تذمر من قبل الحضور ونشاهد مثلا بعض الفعاليات بسبب ضعف المعلومات أصبح هناك مشاكل في الضيافة مشاكل في التنظيم مشاكل في تلبية توقعات الحضور لذلك مهم جدا أن نجمع المعلومة الصحيحة وهذا سيقودنا إلى هدر في الوقت بمعنى حينما لا أجمع معلومة الصحيحة سيكون هناك هدر في الوقت في الجهد وبالتالي قد تلغى الفعالية وأعود وأقيمها مرة أخرى وأجلها وبالتالي إذن كل وقت نمضيه سيكون له تكلفة وبالتالي سنتعمل خسائر إضافية إذن عواقب قد يكون خسارة مالية خسارة السمعة قد يكون إرباك وهدر مالي وأيضا وقت للجمهور وكذلك للموظفين يمكن إدراج تكاليف الفشل في ثلاث فئات رئيسة تتكون مخاطر التكلفة المتعلقة بما يلي إدارة الجودة والمعايير نفقات إقامة الفعالية التوقيت المناسب وجدولة مواعيد الفعالية نحن ذكرنا مهم جدا أن تكون الجودة كما هو متوقع من قبل العملاء وكذلك المضيف قد يرغب بتنظيم فعالية بجودة ومعايير معينة وبالتالي حينما نفشل بالتالي ستؤثر على سمعة المنظمة ستؤثر على منتجاتها قد يؤثر على أيضا استمراريتها كذلك لذلك مهم جدا أن نراعي الجودة دائما وأبدا نراعي الجودة لا نبحث عن أقل الأسعار بمقابل الجودة لا بد أن أتأكد أن الجودة مناسبة لي كمنظم وأيضا لتوقعات الجمهور أو الفئة التي أستهدفها كذلك نفقات إقامة الفعالية هناك بعض النفقات أو بعض المبالغ ندفعها لا يمكن أن تسترد فمثلا حينما تحجز قاعة وإقامة فعالية لا يمكن أن تستعيدها في حال إقامتها حتى لو فشلت في إقامتها بشكل صحيح أنت قمت بحجزة إذن وتمت وبالتالي لا يمكن أن تسترد هذه الأموال كذلك قد يكون مأكلات الأطعمة المشروبات إذن لابد أن نتأكد أيضا من التوقيت المناسب وجدولة الموعد كثير من الفعاليات فشلت بسبب تنفيذها في وقت غير مناسب مثلا تنفذ في مكان مثلا مفتوح في أيام يكون هناك تقلبات جوية كثيرة وبالتالي إذن يجب أن نراعي وعدم وضع مثلا المظلات أو الأماكن التي تقي من المطر أو الهواء أو غيره وبالتالي لا بد أن نختار وقت مناسب وفي حال اختيار الوقت في أماكن قد يكون هناك ظروف إذن لابد أن أضع خطط بديلة إذن هذه الفئات الثلاث قد نفشل في الجودة قد نفشل في نفقات أو تلبية حتى النفقات الإقامة أو حتى في اختيار الوقت المناسب لتسألنا لماذا يُعجّم المعلومات بكفاءة مهما؟ لقد تحدثنا كثيرا في هذا الدرس لابد أن تكون المعلومات تجمع بطريقة فعالة بكل كفاءة بكل دقة بجودة عالية لماذا؟ لأن المعلومات أو جمع المعلومات مرتبط بك جميع مراحل إقامة الفعالية وبالتالي حينما نلبي بالتأكيد سيسهل عمل اللجنة سيسهل عمل لجنة الرعاية سيسهل عمل لجنة التسويق سنسوق بشكل الصحيح سنختار أو نجلب الراعي المناسب كذلك نقدر عدل حضور نستطيع أن نحقق كل ما هو مميز وأفضل للفعالية ولكن إذا كان هناك قصور بالتأكيد سنتأثر في قامة الفعالية إذا ملخص حديثنا اليوم تحدثنا عن أهمية جمع المعلومات ذكرنا جمع المعلومات والبحث البيت بإتقان وكفاءة يسهل لجنة أو عمل لجنة إدارة الفعالية ومدير الفعالية وجميع اللجان وموظفين ذكرنا أن المعلومات وبالتالي حينما نستطيع جلبها بشكل صحيح وتكون حديثة ستساعدني في معرفة الجمهور المستهدف وعددهم وكذلك أفضل وقت لإقامة الفعالية ذكرنا أيضا هناك عواقب قد تتعرض لها في حال جمع معلومات بطريقة غير مناسبة أو جمع معلومات ضعيفة أو غير دقيقة قد تخسر ماليا التكاليف التي مثلا من حج القاعة من عقود مع مقاولين وموردين قد تخسر كل هذه المبالغ خسارة السمعة الآخرين قد يفقدون الثقة الجمهور قد يفقد الثقة المورد قد يفقد الثقة أصحاب المصلحة قد يفقدون الثقة بهذه المنظمة أو مدير الفعالية الارتباك والهدر وبالتالي قد لا تكون متأكد من إقامة فعالية مرة أخرى وقد يكون لك هذر للوقت لوقت الموظفين لوقت مدير الفعالية لوقت المنظمة لوقت الجمهور الذي كما ذكرنا قد لا يعود وبالتالي كل وقت يهدر هو عبارة عن تكلفة وبالتالي يعتبر أيضا خسارة مالية نأتي لتقويم أو تقييم الدرس اختر الإجابة الأكثر ملائمة ستشمل مسودة الخطوط العريضة ما يلي تفاصيل محددة لأنشطة الدعم التخطيط المالي التفصيلي معايير الفرز خطط الطوارئ المفصلة نحذكرنا هناك خطوط ومسودة الخطوط العريضة التي من خلالها ننطلق في وضع خطة للفعالية ماذا تشمل بالتأكيد المعايير التي بناء عليها سنفرز الأهداف سنفرز المعلومات ما الذي نحتاجه ما الذي لا نحتاجه وبالتالي إذن المسودة ستشمل جميع المعايير التي تفرز عليها المعلومات نأتي للسؤال الآخر تشمل مراحل عملية جميع علومات ما يلي تعريف الأهداف مراجعة مصادر المعلومات الملائمة تعيين الموظفين جميع ما سبق بالتأكيد الإجابة جميع ما سبق المعلومات ستشمل تعريف الأهداف وبالتالي نراجع المصادر وأيضا نعين الموظفين الذين يبحثون عن المعلومة المناسية وبالتالي إذن خيار جميع ما سبق إلى هنا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته